دعا مشرعون أمريكيون إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتخاذ موقف أكثر صرابة حيال بكين بذريعة دعم روسيا في حربها على أوكرانيا وقال السيناتور الديمقراطي بوب منيندز الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن على إدارة بايدن أن تكون أكثر قوة في مواجهة الصين متهما شركات صينية بتزويد روسيا بأشباه الموصلات اللازمة لتوجيه الصواريخ ودعا المشرعون الأمريكيون إلى عدم استبعاد فرض عقوبات على الصين إذا قدمت مساعدة مهمة لروسيا تنضم إلينا من بكين الصحفية سعاد ياي شينهوا أهلا بكي دكتورة سعاد كما يقول المشرعون ويدعون فإن الصين تزود روسيا ببعض التقنيات المتقدمة عسكريا إلى أي مدى أولا هناك صحة لما يقال مساء الخير تحياتي إليكم بشأن الأزمة الأوكرانية كانت الوليات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى كانت ولا تزال تحاول لإجبار الصين على توجيه إتهامات لروسيا كما يمكن أن نلاحظ أن هناك دائما إتهامات تجاه الصين لتقديم الأسلحة أو تقديم تقنيات للجانب الروسي وأعتقد أن ذلك غير معقول لكن موقف الصين حيال حال هذه الأزمة ثابتة وواضحة وأوضح هذا الصين أمام العالم دائما أنها تتاقد سياسات خارجية حسب ما هو الأمر ويجب الاهتمام بالمشاق المشتركة لكل جانب من جانبي النزاع ودائما تدعو لحال الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات كما قدمت الصين مساعدات إنسانية كبيرة للجانب الأوكراني وكل ذلك أظهر أن الصين تبدل جهودها لدائما لحال الأزمة عبر طرق ديبروماسية هذا من جهة ومن جهة أخرى ولكن يا سيدة سعاد سيدة سعاد في بداية هذه الحرب قبل تقريبا عام في مارس الماضي الولايات المتحدة عفوا روسيا طلبت مساعدة عسكرية وطلبت مساعدة أيضا اقتصادية من بكين وهناك تقارير أمريكية تتحدث عن هذا الأمر يعني إلى أي مدى يمكن فعلا أن تستمر الصين في هذا النفي أو لا يمكن أن نلاحظ أن الصين أكد منذ اندلاع النزاع العسكري بين روسيا وأوكرانيا أن العلاقة بين السين وروسيا جيدة وإنها لن تؤثر إن نزاع لا يمكن أن يؤثر على العلاقة التجارية التابعية بين السين وروسيا أن السين لن تقف تبدلاتها الخارجية التابعية مع الجانب الروسي وأعتقد أن ذلك يستمر حتى الآن لم يتغير هذا الموقف وأيضا يمكن أن نلاحظ وأنا دائما هناك بعض اتهمات أو بعض أقوال المتعلقة بطلب روسيا من الصين أو تقديم الصين لروسيا بعض الأسلحة أو بعض التقنيات وأعتقد أن كل جانب من الجانبين قد أكد لمرار أن تبادلات التجارية التابعية موجودة ولكن بالإضافة إلى ذلك لم يقدم أي جانب من الجانبين طلب أي طلب الآخر نحن الآن سيدة سعاد أمام روايتين الرواية الصينية التي تقول بأنها لا تقدم هذه المساعدات الرواية الأمريكية والتي يتبناها أيضا مشرعون أمريكيون ويضغطون على إدارة بايدن باتجاه اتخاذ موقف صارم يا ترى هل تستعد بكين لأي نوع من العقوبات ربما أو لهذا الموقف الصارم الذي يمكن أن تتخذه إدارة أوباما أولا أعتقد أن السينة أكدت في مختلف المناسبات أن موقفها تجاه الأزمة الأوكرانية وحال هذه الأزمة لم يتغير ولن يتغير هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن أن نلاحظ أن دائما هناك بعض الأقوبات المفردة المعلنة من الجانب الأمريكي أو من الدول الغربية الأخرى تجاه السينة بذريعة أنها تتخذ موقف حياد لروسيا يمكن أن نلاحظ أن أولا حيال نزاع العسكري بين الجانب الروسي وأقرانيا بالإضافة للسينة هناك العديد من الدول لو بنا فيها بعض الدول الأربية العديدة تتزم بموقف حياد كما أن السينة تعتقد أنه لكل دولة حرية لاقتيار طريقها في تنمية وتعاون مع الدول الغربية